اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث الخليج البدون ملف شائك ووصمة حقوقية تطارد الكويت منذ استقلال الدولة في ستينات القرن الماضي وحتى الآن فما بين وعود كثيرة واخفاقات أكثر بقي عشرات الألاف من تلك الفئة التي لا يعرفون لهم وطنا آخر بدون جنسية حتى يومنا هذا مؤخرا صدرت مسودة عمل حكومي لتعطي أملا جديدا في أن مشكلة البدون بالكويت في طريقها للحل حيث أقر مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة يتضمن ضرورة معالجة أوضاع البدون خلال عامين وتجنيس المستحقين وفيها بداية الإنشاء هي أعامة للشؤون الجنسية تجنيس المستحقين لمن ثبت انطباق الشروط عليهم تحسين أوضاعهم مع المتطلبات القانونية للتجنيس من البدون ومعالجة الملف بحلول نهائية خلال عامين فقط وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل حقوق الإنسان في الكويت حيث نشرت منظمة أمنيستي في تقريرها لعام 2021 أن أكثر من 100 ألف شخص يعيشون أوضاعا إنسانية سيئة وهم محرومون من التعليم والعمل والسفر في حين ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش عام 2021 خبراني عن انتحار شباب من البدون بسبب رفض الجهاز المركزي تجديد أوراق هويتهم وذلك بحسب مدافعين عن حقوق البدون أيضا مع الخطة الحكومية نطرح هنا تساؤلات عن مدى جدية وقدرة الكويت في مسعاها لحل ملف تجنيس البدون ما هي أسباب عدم تجنيس هذا المكون من المجتمع الكويتي لأكثر من 60 عاما وهل يصادق مجلس الأمة على تشريعات تخدم مصلحة هذه الفئة بل وتعطيهم حقهم بالمواطنة بشكل كامل عموما هي أسئلة سنجيب عنها مع ضيوفنا بداية أستاذ أسامة الخشرم الناشط السياسي الكويتي أستاذ محمد الجاسم المستشار القانوني الكويتي أستاذ محمد البرغش رئيس الكتلة الوطنية للبدون في الكويت إذن قبل المتابعة هنا أبو تركي يروي لنا لكاميرا حديث الخليج معاناته كونه من البدون وأماله الكبيرة في تحسين أوضاعه المعيشية وأوضاع عائلته دعونا نتابع أنا اللي قدامكم الحين عندي خمس أبناء الخمس أبناء ما أملك لهم شي يثبت أنهم أبنائي اللهم يمكن أنا اللي زين 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 أني أملك هذه يعني لو تروح شركة فيفة تطلع خط أو زين أو أي شركة من الشركات يعطيك وصل ومطبوع رسمي كمبيوتر أنا اللهم أملك الوردية هذه هذه بس دليل أن الأم ولدت بالمستشفى شنو اسم الولد مو موجود شنو رغم المدني مو موجود تخيلوا هذه الحين أنا طلعتها بطلعة الروح يعني أنا الحين واصل واصل بالبدون وممنوع تطلع زين أبي ثبات لولدي أبي ثبات أن هذا ولدي هذا بعد عشرين سنة راح يقولوا لأنت جاي تهريب هذا عندكم مشعل وهذا نواف فالله أرزقني فيهم توب وهذا العيالي ثلاثة وأنا رجل لا أم ولا أبو أنا الحين توجهت وسعيت العيالي ثلاثة أو أربعة بعد أسعال مسعالهم وجهوا لي كم قضية أم دولة وجهزت حضرت كم محكمة ومعاي واحد وعشرين شخص وعندي جالسة جاي واحتمال أنسجن والسبب أني طالبت بالإنصاف والعدالة وللعلم لو طبقوا علينا الغانون ونحن كلنا مواطنين كواتين من أهل البادي جيب شيباننا وجداننا وهذا بحس يقول لك ما طلعت أوراك والحين اللي قاعد يدور على عيالنا نفس الحال الجهاز المركزي إثناء السنة مستلم إدارة إن تعديل أوضاعنا ما قاعد يعدل أي شيء ما غير إنه تعسف من تعسف إلى تعسف ضيق علينا العيشة حصلت عندنا حالات انتحار 19 حالة أو 9 حالات انتحار ولا شخص التفت للجهاز المركزي وقال للجهاز المركزي إن ما انجزت الكواتي البدون يتبع حل غضية الكواتي البدون بالمعلومات المدنية في قرار مسجلين قرار 677 مسجلين بالأمم المتحدة إثبات وجود هذا يعتبر حل غضية الكواتي البدون قرار 677 يحل الغضية محكمة ممنوعنا يشتكي الغانون ما يسمع لنا يقولك توجه للجهاز المركزي أنا توجهت للجهاز المركزي من قبل كم يوم قلت لهم يجمع إذا تملكون عليه وثيغة أو جنسية أعطونيها خلوني يتوجه للسفارة وصابة طبعا أخوان خلونا نتكلم بسالفة المعيشة أنت شلون حاطلك 250 ألف شخص ممنوع من الوظيفة ممنوع من الزواج ممنوع من كذا ممنوع من كذا شو أنت بي تعايش مع مجتمع مجتمع دولة الكويت دولة الكويت أنت معارفين أجاراتها غالية المعيشة غالية الجمعية غالية الحليب غالية لأغراض الأطفال لأغراض البيت غالية هذا الشغل ترى أغلب الكويتين البدون لو تشاهدون معنا حلما نمشي يبيع ببسطة خضار بسطة الخضار هذه يشتري من الفرضة مثلا يبيع ببسطة خضار يبيع ببسطة خضار وربع يأخذ ربح دينار أو نص دينار أو كذا على هذا وتجي البلدية مثلا تنزل عليه مخالفة كم مخالفتك؟ مخالفتك 500 دينار هذا الشخص يملك جنسية مزورة على كلامكم تقولون يده أنه خاش جنسيته وما خاش ثباتاته وليس أحب الجنسية الكويتية الجنسية الكويتية على الرأس وكل الدول كلها جناسية على الرأس نحن نجمع بشر نحن ناس نطلب العدالة نطلب أحد ينصفنا أستاذ أستاذنا كما شهدنا أبو تركي وغيره من هذه الحالات وصف نفسه بأنه رجل مجرد من جميع الحقوق حتى من الإنسانية حسب رأيك شو هي أسباب حرمان هاي الفئة من حق المواطنة وغيرها من الحقوق؟ أولا شكرا على دعوتكم لتباحث وطرح هذه القضية المهمة لتهم الشارع الكويتي بس أنت في المقدمة قلت أمرين قلت كلمة بدون ووصمة حقوقية في الحقيقة ليسوا بدون نحن في الكويت ما في عندنا شيء اسمه بدون هو عندنا نازحين من دول الجوار في فترات زمنية كانت هذه الدول إما تعاني من الفقر وقلة فرص الوظيفة أو اضطرابات سياسية وثورات وخلافة فكانت الكويت بالنسبة لهم موطن آمن في فرص عمل جيدة أتوا لها ودخلوها بشكل قانوني وبعضهم بشكل غير قانوني وأخفوا هوياتهم وجناسيهم وعملوا في هذا البلد واستقروا فيها بأمن وأمان وحفظ جميع حقوقهم الإنسانية والكويت هي من أكثر الدول الإنسانية وتقدم الإنسانية ومن شدة إنسانات الكويت إن فيه ناس يدعون نفسهم بهذه الصفة يملكون جوازات مثبتة بأحكام قضائية مثل ما ذكرتي عن المدعي فاضل فرحان ساكت ضاحي المسمى أبو تركي هذا شخص أمامي الآن حكم قضائي نزين بأنه عراقي أخوانه وأهله ووالده كلهم ثبت بحكم محكمه وعلى فكرة يحق لأي واحد من هذه الفئة النازحين المسمين بصفة رسمية بالكويت المقيم بصورة غير قانونية يحق للذهاب للقضاء ويقدم ما لديه يثبت إذا كان مواطن أو غير مواطن وكل من تقدم منهم للقضاء ثبت عكس ذلك لما تملك الحكومة من وثائق ومستندات رسمية قدمتها المحكمة تثبت أن هؤلاء الأشخاص عباءهم وأخوانهم 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 أستاذ أسامة كلهم من جنسيات مختلفة هذا الشيخ أبو تركي مثلا لا لا أنا بدام أنت طريتي بس خليني أوضح هاي الفكرة عشان أبو تركي هذا قدامي ملف الجنائي ملف الجنائي عندك لكن أبو تركي ذكر أنه تم استدعاءه من قبل جهاز الأمن لما تقدم في هذا الموضوع يعني الأمور ليست بهذه السهولة يعني عندما طالب بالعدالة تم استدعاءه من قبل جهاز الأمن أخ أبو تركي عليه عشر أحكام قضائية عليه عشر قضايا المخلة بالشرف والأمانة واعتداء بالضرب وليه تركضي هذا الأمن إذا عليه تزارية وكسر وتحريض على الفسق والفجور عقب من يقول عقب تخيلي أن هذا الشخص لو في أي دولة مجاورة لما سطع أن يظهر على الإعلام بقابل من كثر إنسانية الكويت ومن كثر ما تؤمن بحريات الناس أن هذا أدع قوبته أو من حقه يقيم على الكويت قاعد يظهر بالإعلام ويبدأ رأيه حوالي كان غلط وهذا من شدة إنسانية الكويت أنزين فأنه يدعي أنه مظلوم كيف مظلوم وكيف يدعي ظلم القوات الأمنة عليه والأجزاء الأمنية وهو يظهر كل يوم بالتلفزيون يصور نفسه ويصور أبناءه ويظهر معكم بلقاءات يقول ما يشاء ولا يتعرض لا للاعتقال ولا لأي سوء للحديث عن هذه النقطة مآخذ اللي لديكم على القانون وخاصة أنه جهاز الأمن المركزي فيه أكثر من تصريح أكد عن مساعي لمنح أكثر من أربعة ملايين لوثيقة للبدون يعني ماذا حصل بالتحديد أول شيء أنا شاكر الاستضافة ويعطيكم العافية لإهتمامكم في هذا الموضوع المهم والإنساني والحقوقي للأمانة وهو اسم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية أول شيء هذا الاسم غير قانوني واسم مخزي في تاريخ الكويت أنه يكون هناك جهاز مقيمين مسمي جزء من شعبة مقيمين بصورة غير قانونية هؤلاء الناس موجودين في الداخلية وزارة الداخلية في الموليس هؤلاء موجودين في الدفاع يدافعون عن البلد يوفرون الأمن واسمهم مقيم بصورة غير قانونية أنت لما تبتعالج مقضية ولا تبتحل سمها مسمها الصحيح هؤلاء كويتين بدون جنسي القوانين الكويتية لم تنطبغ عليهم أو صار هناك مشكلة في عدم منحهم الجنسية لأسباب معروفة وكان لها بحوث كثيرة في هذا الأمر وجزء كبير من هذا الأمر يرجع لأن الحكومة لم تتخذ الإجراءات المناسبة لتجنيس شعبها خصوصا الناس الموجودة في بادئة الكويت هذا الجهاز الأمانة احنا توقعنا أول ما أنشئ من 12 سنة تقريبا أن يكون عنصر فعال وحل هذا القضية خصوصا أن على رأس هذا الجهاز سيد صالح فضالة ورجل هذا كنا تصريحاته قبل ما يستلم الجهاز كانت تصريحاته متوازنة وأنه ممكن نجد حل لهذه القضية ولكن من استلم سيد صالح فضالة الجهاز تحقدت الأمور لم ينصف صاحب حق ولم يعاقب أحد يقوله هو مزور يعني صالح 12 سنة لا أعطى صاحب حق حقه ولا وده يقوله هو في ناس عندي مزورة مفروض الناس المزورة وهذه يروح يوديها للنيابة يوديها المحكمة ويخلص هذه القضية لكن قرار الحكومي والنهج الحكومي بعدم حل هذه القضية للأمانة للآن موجود يعني طالع هذه النقطة من الناحية القانونية مع أستاذ محمد الجاسم يعني لماذا لا يوجد تساوي يعني هناك البعض ممن تم تجنيسهم والبعض الآخر يعانون حتى من مشكلة إجراءات بسيطة كإجراءات استخراج الهوية مثلا موضوع التجنيس وإن كان هذا يعود إلى السلطة أقول أن قوانين اليوم ما جاءت كاشتراطات واضحة أنت تستوفي الاشتراطات تستعقها لا في الأمر أمر سيادي وأمر الجنسية أمر حساس عندنا بالكويت لكن مثل ما تفضل الأخي إذا كان هناك مزورين يجب الإعلان عنهم وإذا كان فيه مخالفين لقانون لغاما نقدر نقول إذا كانوا أخفوا جاوزاتهم مزين فوجودهم مخالف وموطنهم واضح لازم يتم اتخاذ لجراءات القانونية ضد هذا الأمر أما عن الأشخاص أو الفئة هي مستحق لهذه الجنسية أستاذ محمد الجاسم اعطرني عن المقاطع تكتمل الصورة يعني بالتحديد ما هي ألية العمل هل هي من قبل وزارة الداخلية أم الجهاز المركزي يعني في حال الشخص لديه جميع المتطلبات لاستصدار هذه الجنسية من صاحب القرار هنا؟ صاحب القرار السلطة السلطة ممثلة في أجهزتها لأن اليوم نتكلم عنه عن الجزية الأولى في المنح لأعمال الجليلة سواء نتكلم عن أبناء شهداء أو اللي قدموا نقول خدمات جليلة فمنظور خدمات الجليلة هذا يرتد للحكومة نحن بغض نقرأ اليوم شنو هي العلية؟ أنا قلت حسمتها من البداية هي أمر سيادي أمر المنح أمر سيادي فلذلك اليوم إذا كانت الحكومة ترى أن هناك فئات مستحقة يجب تكريمها ومنحها هذه الجنسية وإذا كان هناك مزورين يجب باتخاذ الجراءات الغانونية لأن استمرار الوضع في هذا الشكل لاه جيد وإن كانت الحكومة تقدم بعض الأمور الإنسانية لكن في ظل وجود عدم أخذ قرار واضح راح يظل الإنسان اللي قاعد ما هو يعني ما أخذ اللي قاعد يأخذ مماثلة في المدرسة أو مماثلة في جهة العمل أو ماثلة في المنطقة فلذلك راح يرى أن هناك تقصير وجود عدم عدالة لكن اليوم لما نقول هذا وافد وهذا مواطن لو أن كان المواطن عند مميزات غير عن الوافد الوافد راح يقول أنا غريب جاي البلد هذا أشتغل فيها فطبيعي أن المواطن يتحصل على مزايا غير عن مزايا الوافد فلذلك الموضوع هذا اللي يحسن يجب أن يتخذ فيه قرار بأسرع وقت بس أستاذ محمد بالنهاية الوافد لديه جواز سفر بدولته أما البدون ليس لديهم شيء البدون البدون في اللي ما عنده اللي كان منذ فترة عن جدة موجودة هنا وتوفى جدة وهما بدون هذا ما لموطن إلا موطن لكويت لكن نتكلم اللي جاء حديثا أو بالغزو أو ما بعد فترة الغزو وضيعوا جوازاتهم أو أخفوا جوازاتهم هذا لازم يتعامل كإجراء قانوني سريع إذا كانت هذه البيانات موجودة يجب توجيه لهم مخالفات بشأن الإقامة واتخاذ الإجراءات المعمولة فيها في هذا الصدد في حال إذا كانوا من الأشخاص اللي بالفعل يعني جدة موجودة بالكويت وبنحصار 65 إلى آخر لازم يتميز هذه الفئة فلذلك اليوم إحنا ما نقدر يعني اليوم المطالبة المطالبة إنسانية المطالبة المطالبة السعبية لإغلاق هذا الملف في اتخاذ القرار دعنا نتحدث عن الحلول مع أستاذ محمد البرغش هناك مطالب ليست بجديدة من قبل مجلس الأمة في وضع خطة لمعالجة هذه القضية قضية البدون هل تم تنصيق مع اللجنة المسؤولة وهل الخطة حتى مرضية لكم بس سمحيلي بدايتان أنا أوضح بس قالها ضيفيش الكريم الأستاذ محمد إنه في بدون أتوا بعد التحرير أو بعد الغزو للأمان هذه معلومة غير صحيحة والبلد هذا محكوم في بيانات واضحة وصريحة عدد الكويتين البدون واضحين في البطاقة المدنية محصور إن عددهم عدد الكويتين البدون مع المواطنين الكويتين محصورين في قرار ستة سبعة سبعة مع المجلس الأمن وليس هناك أي مجال أن يكون هناك بدون بعد التحرير أو بعد الغزو ولكن هذا الكلام يتخذ الناس اللي تسمع كلام الجهاز المركزي والناس اللي ما تحب بهذه القضية قرار واضح عدد البدون محصور عدد البدون معروف أساميهم معروفة هم وجذورهم كاملة لكن ما يبيحل يقول لك أتوا بعد التحرير أتوا بعد الغزو لكن اللي يبيينصف ويبيحل فقط ستة سبعة سبعة قرار أمم متحدي محصور جميع سكان الكويت فيه بطاقة المدنية سنة الخمسة ثمانين حصرت جميع سكان الكويت ومنظرهم الكويتين البدون موجودين وفي مجال أن تبين اللي هي بعد التحرير أو موجود قبل التحرير وكل شيء يبين لكن اللي ما يبيحل يديشبها الأمر مشكلتنا هني ستاذا شلون نخلي الموضوع الجنسية وهذا موضوع حق والمفروض أن الناس تأخذ حقوقها مشكلتنا أن حقوق مدنية حقوق إذا بغيت تأخذ جواز إلا تكون مريض أو فيك سرطان أو فيك شيء لكن أنت بتروح تعالج عفوا أنت بتروح تعلم تبتروح تحج للحاج أنا رجل عمره 52 سنة للآن لم أحج ولم أعتمر 52 سنة أي واحد يبيروح أي مكان يبيخلص مشاكله في خارج البلد ممنوع التعليم ممنوع أنت بالتعليم إلا جزء بسيط ويقول لك والله إننا علمنا فيه إحصاءات ويصدر لك إحصاءات لكن إحصاءات غير حقيقية فقط رض رماد على العيون بس يكتون رماد على العيون لكن مسألة حقيقية هذه المشكلة أو القضية تبع مواجهة إن هذه القضية صار لك 12 سنة يا جهاز مركزي ونهج حكومي صار لك فوق الثلاثين سنة إن هذه القضية عندي واحد زائد واحد اثنين لكن مهم ما يبيحلونها سواء بالتجنيس أو الآن الآن العالم قاعد تطالب بالحياة البسيطة بالحياة البسيطة طب يعني أستاذ أسامو نعود إليك يعني على ضوء ما تحدث عنه ضيوفنا إنه مع وجود قرار من مجلس الأمن 677 اللي أشار لما اندخل الكويت بعد الغزو العراقي عام 1990 فيعني عدد البدون محصور ومعروف كما تحدث ضيفنا أستاذ محمد البرغش إنه 1990 يعني كيف نفهم عدم حسم هذه القضية ونحن الآن في نهاية 2022 أولا ضيفتش هذا عندي حكم محكمة هو ذهب إلى المحكمة وفي عندي حكم محكمة إنه هو مواطن عراقي فهو بأي صفة يتحدث بهذا الموضوع هو ليس ليصفة أن يتحدث بالشأن الكويتي الداخلي هو مواطن عراقي بحكم محكمة وبالأثباتات وما لدى الدولة واللجنة المركزية لمعالجة أحوال المقيمة بصورة غير قانونية أن لديها جميع مستندات هذا الشخص أنه مواطن عراقي وهو راح اعترض في المحاكم وقدمت اللجنة ما لديها من المستندات وحكمت المحكمة أنه مواطن عراقي فهو ليس أي صفة يتكلم أما موضوع البدون وأحصايات البدون هذا أنا أمامي أحصائية عدد البدون اليوم 83 ألف أو أنا ما أسمي بدون هم يدعون نفسهم وأنهم بدون هم مقيمين بصورة القانونية وأنا أسميهم نازحين 83 ألف في عام 1990 كان عددهم يناهز الربع مليون أين ذهبوا هالا لو هم فعلا مواطنين وينتمون لهذا البلد لما ذهبوا وتركوها وعادوا إلى مدنهم وبيوتهم ودولهم كون هذا العدد كل ذهب ما يقارب بالربع مليون وبقى منهم 82 ألف هذا يضحد ادعائهم نعم مو معقول أن في سنة 1970 كان عددهم شيء وثلاثين ألف وفي سنة 90 زين يعني في خلال 20 سنة يصر عددهم إلى ربع مليون هي ليست زيارة طبيعية ولكن هو نزوح نزوح من دول جوار لطلب الرزق وخلل عندنا وتساهل الأنظمة الأجهزة الأبنية القرار كان راضح أستاذ سامة بني الدعونا في ذلك الوقت بإحصاء العدد قرار الأمم المتحدة هو لإحصاء مواطني دولة الكويت مواطني دولة الكويت نزيل وقدمت الكويت إحصائيات عدد مواطنيها نعم نزيل وكون يدعي أنه جزء من هذا المواطنين هذا كذب وتلفيق ولا يستقيم أبدا هل أن ترى أستاذ أسامة أنه هناك تسييص لقضية البدون ليس هناك تسييف أخت العزيزة أرجع هم ليسوا بدون هم نازحين ومظمين بصورة غير قانونية بالإنجليزي illegal aliens مثل النزوح المكسيكي أو التهريب المكسيكي إلى أمريكا لنزيل وإلى أجل العمل وفرص العمل للعلم أن الحكومة الكويتية منذ ما بعد تحرير الكويت عام 1991 حتى السنة جنست ما يقارب 18 ألف من هذه الفئة فلو في أحد مستحق أو شخص كانوا بطبيعة الحال بدون وتم تجنيسهم أستاذ أسامة صحيح كانوا مقيمين بصورة غانية الحكومة نظرت في بعضهم من قدم خدمات جليلة من شارك بالحروب جنستهم كلهم من استشهد من أجل الكويت جنستهم كلهم هم يدعون شوفي 82 ألف كلهم يدعون أن عندهم محصاء 65 كلهم يدعون أنهم شاركوا باستخراج البترو كلهم يدعون أنهم شهداء كيف أنتوا أحياء كلهم يدعون أنهم شاركوا بالحروب هذا الكلام غير صحيح هي فيها عدد صغير كان موجود في سنة 65 وتزايد مع الوقت أنا أتاني شخص يدعي أنه عند أحصاء 65 لديهم إخوة شهداء وهم ما زالوا بدون يعني هاي الحال اللي إحنا كمان طرحناها أبدا هذا غير صحيح كل من استشهد من أجل الكويت وعلى فكرة عددهم اللي استشهدوا من أجل الكويت 61 شخص من هذه الفئة المقيمة بصورة غيرانية 91 فقط أسرهم تجنست استشهد الأب تجنس الأبناء نزيل؟ بالكامل مع أنهم لدى الدولة أنهم عراقيين أو سوريين أو سعوديين أو من دول الجوار أو إيرانيين تملك الدولة ولكن كون هذا استشهد في احتلال الكويت وقدم روحها من أجل الكويت كافأت أسرته في التجنيس كون يأتي ابن عمه يأتي أخوه من دولة مجاورة يقول الله الأخو يستشهد ليس لك صفة التبعية تتبع الأسرة الزوجة والأبناء لا تتبع الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة أستاذ محمد الجاسب ما الحل حسب رأيك ما المستندات اللي يجب الوقوف عليها لحل هذه القضية الحل بسيط جدا الحل أن الحكومة تصرح بقرارها نزيل وتوجهها سواء من ناحية التجنيس نزيل مع نقول مع شرح وبيان واضح للفئة التي سوف يتم تجنيسهم وفي حال إذا كان هناك مزورين يتمي حالتهم للجهات المعنية باتقاد الإجراءات فهذا هو الحل الحل هو حاليا قرار هل القرار تأخر لأن هناك بعض الدراسات أو بعض الأمور أتوقع أن الوقت طال ولو كان ما رح ننتظر أن يدرسون جميع الملفات إذا كان هناك أي ملف واضح ويستحق فمرحب فيه وهذا قرار سيادي يتم اتخاذه هذا من ناحية من ناحية الثانية إذا كان هناك أي تزوير أو أي تلاعب يتم اتخاذ للجهات القانونية ضد ذلك كذلك إذن وصلت الفكرة أشكرك كجزيل الشكر أستاذ محمد الجاسم المستشفر القانوني الكويتي عموما مشاهدين فاصل ونناقش بعده الولاء للدولة كشرط لمنح الجنسية الكويتية للبدون فما هي معايير هذا الولاء ابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم من جديد مع إعلان الحكومة الكويتية عن إنشاء لجنة لهيئة عامة لشؤون الجنسية توالت ردود الفعل في الشارع الكويتين بين مؤيد لحق البدون في الحصول على الجنسية الكويتية وبين المنتقدي والمطالبي بتحديد شروط ومعايير لمستحقي هذه الجنسية أهمها الولاء والأصالة والهوية الكويتية عموما هي وجهات نظر مختلفة فمن يحدد شروط منح الجنسية المجتمع أم الدولة متابعين للحديث أكثر حول هذا الموضوع دعونا نرحد بأستاذ فهد الفارس الناشط السياسي من لندن ونجدد الترحيب بأستاذ أسامة الخشرم الناشط السياسي الكويتي أستاذ محمد البرغش رئيس الكتلة الوطنية للبدون في الكويت قبل متابعة هذا الموضوع دعونا نتوقف عند أبرز النقاط في قضية البدون ونعود استكمال حديثنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أستاذ أسامة الخشرم بالعودة لتقرير منظمة هومن رايتس ووتش هنا اتهمت الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأنه يقوم بإصدار هويات مؤقتة للبدون من 2011 وهذه البطاقات تشير إلى أنه حاملها لديه الجنسية العراقية أو السعودية أو حتى الإيرانية لكن ليس واضحاً كيف يحدد الجهاز جنسية الفرد شو رأيك بعمل الجهاز المركزي هنا؟ أول شيء الجهاز المركزي يقدم هو ينظم جميع أوراق ومستندات كل هذه الفئة في الدولة عندما دخلوا إلى الكويت وعملوا فيها بالستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات كلهم دخلوا بشكل قانوني أو بشكل آخر وقدم هوياتهم في فترة ما ادعوا أنهم لا يملكون هويات الحكومة جمعت مستنداتهم فموجب المستندات التي لديها تعرف أن هذا الشخص أبو أو هو أو عندما ولد والده سجل كسوري أو عراقي أو سعودي أو إيراني أو باكستاني أو بنغلادي حتى الجنسيات الأردنية وعندنا وجنسيات أخرى فسجلوا في وقته عندما دخولهم المدرسة سجلوا بجنسية معينة فكل هذه المستندات موجودة أما تقرير Human Rights Watch أو Amnesty International هي أدوات من أدوات السياسة الأمريكية الخارجية للضغط على الدول الضعيفة التي تهتز أو تتأثر في هذه وهي ليست مرجعية أنا أعتمد عليها في إظهار مدى حقوق هذه الفئة أو ظلمها اللجنة المركزية من أهم أعمالها أستاذ أسمح نحن نتحدث هنا عن منظمات حقوقية الأولية من ترف فيها أكمل النقطة هذه ما أعترف فيها ما كان عندها تقارير على أمريكا بس ما حيتكلم على المخالفات الإنسانية التي تحصل في أمريكا والقتل بالشوارع من قبل قوات الأمن لناس عابرين أو مجرد الاختلاف لونهم عن لون الشرطة الأمريكية هذه كلها ممارزات موجودة لا تسمعين هذه الجهة تتكلم عن هذه الجهات لأنها مدعومة من هذه الجهات لاستخدامها وأبتزاز الدول عموما اللجنة المركزية من الخدمات تقدمها تقدم جميع عقود الزواج والولادة والتوثيقات الشرعية رخص القيادة العلاج المجاني التعليم المجاني شهادات الميلاد والوفاة رعاية دوء الإعاقة البطاقة التموينية فرص عمل كل هذه تقدمها 12 ميزة تقدمها اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمة بالصورة قانونية لهذه الفئة وهذا عمل إنساني لا تقدم ولا دولة من دول الجوار ولا دولة اسمح لي أن أنتقل لأستاذ فهد الفارس أستاذ فهد برأيك ما أخذ الموجودة على الجهاز المركزي هو الجهة المسؤولة عن تسوية أوضاع البدون أول شيء مساء الخير على الجميع الجهاز المركزي للبدون جهاز عقيم وجد لي سنوات يعني لا من غير أي حلول لإخواننا البدون وطلعنا في عديد من الحلول أنا أحد الأشخاص اللي تعرض لي العديد من المهاجمات والسبب أن مع حل هذه الغضية العالقة لسنين بدون وجود أي حل نعم هناك تعرض لحقوق الإنسان في دورة الكويت لأخواننا البدون من هم من انتحر ومن هم ما قدر يطلع حتى للعلاج في الخارج وشفنا صورة سابقة ومن هم مش قادر يعمل ومن هم من غير تعليم ولا صحة في دورة الكويت الجهاز المركزي يجب أن يزال من دورة الكويت لأن جهاز عقيم لم يأتي بأي حلول لإخواننا البدون وإن قالوا أن هناك من إخواننا البدون غير مستحقين للجنسية الكويتية بموجب القانون الكويتي لماذا لم يخرجهم هذا الجهاز من دولة الكويت يعني أنا مش معقولة إذا كان في أحد يدخل إلى بيتي وفي ديواني وهو مو صاحب البيت ما أقدر أطلع براي هذا يعتبر كذلك سوء وتخصير من الدولة إذا كان يقول أن هذا الشخص يمتلك جنسية أخرى أو الشخص هذا مزور ولم تخرجها الدولة يعني مش معقولة أحد يدخل إلى داخل بيتي وفي ديواني وفي داخل مجلسي وأنا الشخص هذا لا يمدلي بالصلة وأنا ما أقدر أطلعه في خارج هذا البيت هذا معنات أن هناك سوء وتخصير من الدولة سوء وتخصير من هذا الجهاز العقيم لسنوات إحنا ما شفنا أي حلول أنا كمواطن كويتي وطالب دولة الكويت طب من المسؤول أن حين هذا الجهاز أستاذ فهد المسؤول الحكومة المسؤول الأول والمباشر للجهاز المركزي هذا العقيم الحكومة يعني من سمو رئيس من سوزراء يعني أنا إنسان بتكلم عن وزير داخلية سمو رئيس من سوزراء أنت بالتدريج الجهاز هذا عقيم لم يحل أي مشكلة لإخواننا البدون وأنا من أحد الأشخاص لن أنتظر أن أرى هناك حالات جديدة للانتحار في دولة الكويت من إخواننا البدون إن كان هناك من لا يريدهم في هذا البلد إن كان هناك لأشخاص لا يريدون إنصاف هذه الفئة أخرجوهم للخارج هناك دول كثيرة تأخذهم تعطيهم الصحة والتعليم يعني دعنا ننتقل أستاذ محمد البرغش ما هي معايير الولاء اللي يجب على الشخص من البدون إثباتها لمنحه الجنسية والأستاذة يعني الكويتين البدون جنسية أول شيء نحن نمسي على الضيوف الموجودين نضافه جونة ويبعد الله يعطيهم العافية ونمسيهم الله بالخير بالنسبة للكويتين البدون جنسية للأمانة أستاذة وكل شفافية وكل تواضع أكثر ناس ضحت من أجل هذا البلد لهم الكويتين بدون جنسية وهذه ليست مننا يعني مننا الشهداء ومننا الأسرة أنا كلمة كان أخوي أسير وناس ضحت من أجل هذا البلد حتى قاومت الإسترال العراقي واستشهدت وأسرت شيء آخر هؤلاء الكويتين البدون جنسية جميع جائحة مثل جائحة كورونا الأخيرة الكل لما يتها الجائحة تداعى لخدمة هذا الولد وأولهم الكويتين البدون جنسية منهم الدكتور والشسمة والمدني كلهم رغم أن هذه الجائحة كان يعتقد كثيرين أنها ممكن يتموت ولكن لم يتخلفوا عن واجبهم الوطني أمام متطلباته لما دعاهم الوطني والمسؤولين أول ما يت الجائحة وحتى من القزو الصدامي الكويت قالوا هذولا مو بدون أنتم كويتيون ولما يت الجائحة أنتم ما في عندنا بدون كلكم عيال هذا الوطن وكويتين ولما خلصت هالأمور هذه لا صرنا لفو صرنا غير كويتيين صرنا يعني هالتناقض هذا من المسؤولين الكويتيين للأمانة وحد يقدر يفهمها إحنا ككويتيين بدون جنسية للأمانة قاعد نتكلم كل شفافية لحبنا لهذا الوطن وحبنا لشعبنا وحبنا لحكام وإحنا لسنا ضدهم ولكن نحن ناس مغلومة قاعد نقول نطالب بالعدل والإنصاف هذا الجهاز صار لثنائح سنة ثنائح سنة لم ينتج أستاذ محمد مجلس الأمة طرح أنه سيتم العمل بخطة خلال سنتين لحل هذا الموضوع يعني هل متفاء أحمد سعدون كان بعض الأسامي صالح عشور هل لديك أي أمل أنه في تنفيذ هذه الخطة خلال عامين والله شوفي أستاذ يعني مجلس الأمة تربطهم مصالح انتخابية الكويتين اللي بدون جنسية ما عندهم صوت يصعدون نواب مجلس الأمة لذلك هؤلاء يعني جهة مستضعفة في هذا الوطن إحنا شن ناشد أعضاء مجلس الأمة الناشد وطنيتهم الناشد حبهم لهذا الوطن إن قضية عدد تقريبا فوق 250 ألف لم تحل ممكن بعد خمس سنوات ست سنوات ممكن يزيد العدد ونحن في وضع أمام هذا يعني المحيط اللي حوالينا وضع مضطرب وإحنا دولة صغيرة يجب أن تكون جبهتنا الداخلية من ناحية وطنية شريفة إحنا نناقش يجب أن تحل هذا الغضية ويجب أن ينصف هؤلاء الناس إحنا مو طالبين أكثر من حقنا إحنا قاعد نقول إذا لنا حق عطونا إياه إذا ليس لنا حق اجعلوا لنا جهة محايدة مثل القضاء أي جهة محايدة شريفة محترمة منصفة تنصف هؤلاء القوم وتفكون هذا الصداع من هذا الوطن إحنا الحين عياننا قاعد تنتحر أطفال هدع السنة علي من سنة تقريبا هدع السنة طفل انتحر وسبب ماذا بسبب قضية والله أنه يسمع أبوه أنت بدون أنت لفوه الأب ما عنده مجال يدفع آجاره ولا يدفع مصاريف الأولادة فالولد غرر في طفول طفل فنتحر هل هناك مسؤول تقدم وعز هذه الأسرة والله لم نجد أي إنسانية عند هذه الحكومة والحكومة دعنا ننتقل أستاذ فهد الفارس عفوا الحكومة الجديدة نسأل الله أن ربي وفقهم إن شاء الله أستاذ فهد الفارس ما هي الأسباب لعدم تجنيس الأشخاص من لديهم أشقاء كويتيين واللي تنطبق عليهم حتى شروط التجنيس حسب رأيك أستاذ أنا في الكويت أرى فيه هناك العديد من حالات التزوير في الجناسي الكويتية وأنا أحد الأشخاص اللي أهاجم حفاظا على هويتي الوطنية الأخواننا البدون المفترض أن يحصل على هذه الجنسية لأنه لم يحصل عليها في تدليس أو تزوير كبعض من الأشخاص اللي حصلوا على الجنسية الكويتية وصاروا كويتيين الأخواننا البدون تموا بدون لكن لم يزورون في جناسيهم لم يزورون في انتماءاتهم وتموا بدون أنا بعلق على كلامي على كلام أخوي قبل شوي اللي يقول أن البعض يهاجمهم يقول أن أهما لفوا أو لا أنت محشوم أنت من تبلفوا ونحن عارفين دولة الكويت أغلبها أتى كهجرات من الخارج من السعودية من إيران ومن العراق فدولة الكويت لم يكن فيها أساسا هناك كويتين إلا يعني في السابق كانت بني خالد وهو ملاك الكوت بعدها أنه كان عتبان نحن عارفين التاريخ الرشايدة العوازم وبعد ذلك أتوا آل صباح إلى الكوت أستاذ أسامي حسب رأيك أنه من المسؤول عن إثارة هذه الفتن التي تحدثنا عنها بالمكون الكويتي في بلد غريب النفط صغير بالحجم بمعنى آخر يعني من المسؤول عن تسييس قضية البدون هو بلشك الحكومة بالدرجة الأولى ومجلس الأمة بالدرجة الثانية الحكومة بعدم الحزم واتخاذ القرار وبطء في اتخاذ القرار محتاج إحنا عزم وحزم وهذا أمر تفقد الحكومة أنه ما عندها عزيمة أنه أريد أن أحل هذه القضية وعندها حسم أنها تكفل هذا الباب تماما تعالج من تريد أن تعالج وضعه وتغلق الباب أبدا ونهائيا مجلس الأمة هو يستخدم هذه الورقة لمصالح وضغوطات سياسيا أكثر من يطالب في حقوق المقيمين بصورة غير قانونية هم أعضاء مجلس الأمة حقيقة الأمر عندما تقوم الحكومة برفع أو اللجنة المركزية برفع عدد الحكومة تطلب من اللجنة المركزية برفع عدد من من سجلهم الجنائي نظيف وقدموا خدمات جديدة فترفع مثلا اللجنة المركزية أسماء لأربعمائة شخص يتدخل ذات النواب برفع أسماء المقيمين بصورة غير قانونية من هذه اللائحة ويدخلوا أقاربهم وابنعمهم من دول الجوار من يملك هوية فأكثر من يتاجر ويسيء إلى هذه القضية هم أعضاء مجلس الأمة والحكومة ما عندها صلابة وحزم في إنعاء هذه القضية هل تعتقد أنه سيتم المصادقة عمل حكومة جديدة على هذا الموضوع بشكل قريب من قبل المجلس الأمة أنا راح أقول لا راح أتواجه راح أتواجه لا لا راح أتواجه مقاومة شديدة من قبل مجلس الأمة لا يريد أن يعالج هذه القضية هو يريد أن يستخدمها كأدوات تبتزاز سياسي بس أنتو ذكرتوا مساعة عمرين وهذا في لبس الحكومة قدمت قانونين قانون هيئة الجنسية وهو لا يختص في هذه الفئة المقيمين بصورة غانونية وقدمت قانون معالجة أوضاع المقيمين بصورة غانونية من سيتم تجنيسهم سيتم تجنيسهم من سيتم تعديل وضعهم وإعطاؤهم إقامة ذهبية لمدة 15 سنة وفرص عمل وكذا في نواب عاوزين طبعا يعطلون هذا القانون نشكر مدخلتك معنا أستاذ أسامة الخشرم الناشط السياسي الكويتي مشاهدنا في فاصل ونناقش بعده شكوك بجدوى مقترح القانون الجديد لحال أزمة البدون فابقوا معنا أهلا بكم من جديد نتوقف الآن عند بعض التغريدات التي رافقت الإعلان عن هيئة لدراسة أوضاع البدون في الكويت وبالنهاية كلها أرى تعبر عن وجهة نظر أصحابها نبدأ هنا بتغريدة لحساب المجلس الكويتي والذي يعبر به النواب ثامر الصويت ومبارك الحجرف ومحمد هايف وعبدالله فهد وخالد العتيبي يقترحون قانون لتحديد عدد التجنيس خلال سنة 2023 بأن لا يزيد العدد عن 4000 من البدون أما أحمد الرومي يقول الحل مو بعدد التجنيس لأن أعداد المطالبات رح تزيد مع الولادات الحل أنك تحدد موقفك من الآن مع من يستحق ومن لا ترى أنه يستحق أما حساب آخر وهو حساب ترند الكويت غرد هنا قائلا السعدون يقترح حلا شاملا ونهائيا لكل طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بحث حالات المسجلين ممن أقاموا بالكويت عام 1965 منح بطاقة مدنية صالحة لكل من ورد اسمه في حصر الأسماء أيضا في فيديو لسالم العنزي هنا معقولة ونحن في 2022 ولدينا بدون بما أنك اكتشفت ناس مستحقين للجنسية ليش ما تجنسهم واللي مقيم بصورة غير قانونية ليش متستر عليها دعونا نتابع هذا الفيديو وصلنا اليوم عام 2022 ما لقيت حلول لا إحنا اكتشفنا شنو اكتشفت هناك فئة جد عم يدقب جد 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 اللي خلفوه لهم أصول من عراق ومن سوريا ومن إيران وبعدين شو المطلوب عندي كويت كويتين شنو فقع لهم أصول وصلت قرابة من سوريا ومن عراق ومن السعودية ومن إيران وولاءهم أهلاك وانتدري لا إحنا اكتشفنا بعد هناك فئة مقيم بصورة غير قانونية ويدعون بأنهم بدون مو أنت اكتشفت لش مقاعتهم حاولهم انقضاه حاولهم النيابة أستاذ فهد يعني شو رأيك باللي سمعته يعني هذه التغريدات اللي هي كان منها مشكك بمسعى الحكومة ومنها من يؤيد بأن الحل بات قريبا هو يجب أن يكون في حل في هذا الأمر كلامه مئة بالمئة صحيح وإن كان يقول البعض أن الكويت ليس بلد هجرات أنا بقول أنه آدم وحوة أين ولد آدم وأين ولدت حوة فأنا أعتبر جميع الدول دول هجرات يعني ما في أحد ولد في الأرض مفقع هو أنه يتواجد في الأرض وليس الكويت تاريخ قديم يعني سابق بسنوات عديدة يعني مثل المكة المدينة الغدس مثلا العراق يعني مصر مثلا وفرعون متواجد فيه في القرآن لكن الكويت حديثة نعم فلماذا البعض يظن أنه والله إذا ياني من السعودية والله هذا مو كويتي أصيل ولا إذا ياني من العراق ولا إذا ياني ما إحنا قاعد نشوف بعض القبائل وبعض كبار الفئات في دولة الكويت من بعض التجار من وين يو يعني منهم من البصرة ومنهم آخر مكان دخل من حكامنا ونعم فيهم حكامنا وحكامنا في العهد الحالي وللأبد إحنا ما إحنا ضد كرسي إمارة أو أسرة آل صباح كذلك آخر مكان دخلوا مننا من المخراج البصرة فالسؤال الكويت ليش البعض يقول لك والله هذا ياني مثلا لفو أو ياني من دولة أخرى من اللي مو ياني من الخارج دولة الكويت بلد هجرات وإن قال البعض كلامي غير صحيح أبي أرد لي لأول التاريخ آدم وحوة من وين خرجوا آدم وحوة هل خرجوا من دولة الكويت معناته أن دولة الكويت بلد هجرات يعني نعود للتغريدات وبالتحديد تغريدة إليك أستاذ فهد الفارس يعني نشرت فيديو مغرد فيه أنه وتم انتشاره بشكل واسع لأحد الأشخاص من إخوانه البدون الذين شفنا بعضهم باعتصامات المطالبة بحقوقهم إن كان من هذه الفئات أشخاص يستحقون هنا تجنيس بالقانون عطوهم والغير مستحق أثبتوا لنا وبتطلعوا للمطار يعني هذه كانت تغريدة لك أيضا ننتقل لتغريدة أخرى لحساب كاسك يا وطن بالتحديد بهذه التغريدة يتم الحديث عن الجهاز ما يصرف له شهادة ميلاد لأطفاله هل شهادة الميلاد لطفل تخسر الحكومة أو تضرب الهوية الوطنية خلوه يدفع عليها طابع بدون شهادة ميلاد ولا تطعيم ولا دراسة إذن هذه كانت هنا تغريدة ننتقل لتغريدة أخرى وهي هنا والله لن يستقيم حال البلد إلا بتجنيس البدون الحين يطلع لي واحد ويقول مو كلهم مستحقين كل من لديه اسم بهيئة المعلومات المدنية فهو مستحق إذن بعد متابعة هذه التغريدات نعود إليك أستاذ فهد يعني ما الذي تعنيه بالتحديد بضياع هوية المجتمع الكويتي ولماذا يتم تحميل البدون هاي المعضلة بالتحديد أخواننا بدون الفئة اللي شايفينها البعض الأضعف في دولة الكويت إنه ما يمتلك هوية لا يمتلك حقوقها حتى ممكن أتوقع بعضهم ما يقدر يشتكي ما عندها هوية شون يبي يشتكي فشوفون هالفئة الأضعف في دولة الكويت بالعكس أنا أشوف إنه هذه الفئة ناجحة منجزة ممكن يعملون في العديد من القطاعات ممكن نستفيد منهم كدولة الكويت نعم البعض من اللي يقول مثلا إن هذا الشخص آتي من خارج البلد من الذي لم يأتي من خارج البلد أنا أطالب سمو الأمير حفاظ الله وأطالب سمو العهد حفاظهم الله أن ينصفوا هذه القضية في دولة الكويت أخواننا البدون المستحق منهم بموجب القانون والدستور الكويتي يعطه والغير مستحق اثبت لي أنه غير مستحق الجهاز المركزي وخلاص افتحوا لهم المطارات وخلهم يروحون لبلدان أخرى في بلدان عظيمة تأخذهم يعني أنا أشوفهم في في عديد من البلدان منهم من يعمل كدكتور منهم من كون أسرة في ناس يعني في بلدان تعطيهم الصحة والإسكان والتعليم وتتوفر لهم الحياة يعني يعني إلى أين يتجهون بعد خمسين عام من العيش في الكويت ما باليد حيلة إذا أنت قاعد تشوف في بلد أن أنت إنسان لم ينصفون قضيتك ولم يعطونك حقوقك وقاعد تشوف إحنا كمواطنين كويتين قاعد نشوف أن هذا سوء سوء وتخصير أنا أتكلم وأقولك أن الجهاز المركزي بالكامل جهاز عقيب هذين أشخاص بشر أنت إذا ما تعطيه حق وين تبيروح يعني أنا أحمل الدولة كذلك أي شخص من هذه الفئات يسلك الطرق الخاطئ أي شخص يسلك طريق خاطئ أنا أحمل الدولة فيهم ننتقل لأستاذ محمد البرغش لماذا لا يتم فصل موضوع حقوق الطفل بالحصول على شهادة الميلاد عن موضوع الهوية لأبائهم أستاذ إحنا عندنا تقريبا فوق الـ 12 ألف ليس عنده شهادة ميلاد من ضمنهم أطفال المفروض هذا الأطفال يبعدوا عن المشاكل السياسية وأي أمور أخرى لأن الأطفال هذا يحتاجون إلى دراسة يحتاجون إلى تعليم يحتاجون إلى صحة يحتاجون إلى تطعيمات هذا الملف عساسهما يمسكون الأب والأم من إيده اللي تعوره فيروحون يضغطون على أطفاله إنما يستخرجوا لهم أي شهادة ميلاد لذلك هذا الملف لم يكن له أي احترام عند حكومتنا والجهاز المركزي إحنا من هذا المنبر نقول الأطفال هذولة مفروض أنهم يحيدوا بشنو ذنب هذا مثل ما قال أخوي العزيز أخوي فهد قال شنو ذنب هذا الطفل يعني تعطي شهادة ميلاد أو إثبات شخصي بالهوية الوطنية أو يأثر عليك هذا طفل مفروض تحيده لا تخلي أنت يطلع حاغد على المجتمع يطلع طفل متنور ويطلع يفيد مجتمعه أنت ليش من أول ما يصير الولد هذا تحط عليها الظلم هذا وتحط عليها الظوق نتحدث إحنا عن عدد قليل 150 ألف لا يعني 12 ألف طفل عندنا تقريبا عندنا ناس عمره 21 سنة لا مش عدد غليل ما عنده إثبات لما يروح ما عنده رقم واحد مش عدد غليل صحيح لذلك إحنا لما نتكلم في هذا الموضوع نقول لهم يجب أن يكون حل لهذا الملك وبعدوا الأطفال يعني بعدوا الأطفال عنها مشاكل السياسية والقانونية طب يعني بدنا نشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد البرغش رئيس الكتلة الوطنية للبدون في الكويت كما نشكرك أستاذ فهد الفارس الناشط السياسي كنت معنا من لندن الشكر لكم موصول مشاهدينا نلقاكم ويتجدد لقاءنا معكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر